سامير شافي نفس السؤال اليوم بعد هل الاجتماعات الماراتونية وتندخلوا شوي اخر في بعض التفاصيل شنوه شنوه اللي نعطي وشنوه اللي نخلي وشنوه النيجوسياسيون وكيفاش الكلمة بقيمتها وليحة بش تخرج عن قريب تلحكوا عليها الليحة من عند الاتحاد كيفاش عشت انت هذا القرار وليوم تقول التوينس على قرار الهيئة الادارية وانت طرف بالتأكيد الاتحاد العام توسي للشغل يثبت ويثبت في كل مرة وليست هذه المرة فقط وانه من رحم هذا الشعب العظيم الذي قال فيه حشاد احبك يا شعب مصلحة شعبنا وبلادنا محدة في اي قرار تاخذ القيادة النقبية القيادة النقبية هذه اللي تتعرض صباحا مساءا الى حملات مسعورة للتشكيك في وطنيتها للتشكيك في استقلاليتها للتشكيك في براءتها وفي نضاليتها القيادة هذه اللي خرجت من رحم الثورة وكانت هيئة اركان للثورة المجيدة اللي نتمتع اليوم بجزء مهم من ما كسبها الوهي الحرية والفضاء هذا قيادة هذه لا يمكن ان تكون مطية لأي كان لاننا نعتقد واعتقادنا راسخ وان الاتحاد هو فوق الاحزاب وتحت هذا الوطن العظيم ومن هذه المقاربة فانعتقد وانه الاشارات الايجابية التي رصدناها في لقاء اخوتي وزملائي اعضاء المكتب التنفيذي الذي فاوض الطرف الحكومي من ان هناك تحول رصدناه من موقف يعتبر ما حصل مجرد خصومة وصراع من بين محتفلين فيما بينهم الى ادانة صريحة لاعتداء الذي تعرض له الاتحاد العام توسي للشغل والنقابيين واعوان الاتحاد هذا نعتبره موقف ايجابي والاتحاد العام توسي للشغل من منطلق الايمان بان الحوار الجدي والمتكافأ هو الاسلوب الامثل والانجع لتحسين اهداف ثورتنا ولتأمين الاسلم الاهلي في بلادنا باعتبار ذلك شرط اساسيا في تحقيق اهداف الثورة وفي تأمين التطلعات الكبيرة لابناء هذا الشعب العظيم ومن ثم فان القرار الهيئة الادارية اليوم كان تعبيرا صادقا عن ان هذه المنظمة لا يمكن ان تكون الا مع انتظارات هذا الشعب واليوم الاتحاد العام توسي للشغل اللي نحب نتوجه باسم قيادة الاتحاد وباسم الامين العام من الامين العام الى ابسط مسؤول نقابي بتحية عرفان واكبار لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي منظمات وجمعيات وشخصيات وطنية التي هبت منذ يوم 4 ديسمبر ذلك اليوم التاريخي الخالد في تاريخ شعبنا ذكرى اغتيال الشهيد عشاد يوم 4 ديسمبر منذ ذلك التاريخ كل هؤلاء وهذه المنظمات وهذه الهيئات هبت لتعبر عن وقوفها الى جانب هذه المدرسة الوطنية الشامخة الاتحاد العام توسي للشغل اليوم نحب نتوجه لهم بتحية اكبار على وقوفهم الى جانب الحق لانه في وقوفهم الى جانب الحق هو معناه تأكيد على ان الاتحاد العام توسي للشغل وهنا باش نزيد نأكد مسألة مهمة وانه معركة ضد العنف وضد الارهاب وضد ترويع الناس هذه معركة ليست الاتحاد العام توسي للشغل وانما معركة كل القوى الحية في هذا الشعب العظيم وهي معركة لا بد ان تعلن بطريقة واضحة واجلية ومن زمناش نتخباه معناها وراء العنوين الخداعة لانه السلم الاهلي وامن المواطنين وسلامة مؤساتنا وممتلكاتنا هذا يفرض عين على كل تونسين وتونسية وكل منظمة وكل حزب وكل جمعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة